اختتمت فعاليات مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي المشروع يهدف إلى تمكين المرأة تماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي اختتمت فعاليات مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر والذي استمر على مدار نحو أربع سنوات بهدف المساهمة في تمكين المرأة المصرية تماشيا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 خطت مصر خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحقاقة طفرة غير مسبوقة لا سيما ملف تعزيز وصول المرأة إلى المواقع القيادية وإشراقها في صنع القرار وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حققية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطني المشروع الذي بدأ تنفيذه عام 2019 بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي استهدف تدريب 300 سيدة ممن يشغلن مناصب بالإدارة العليا والمتوسطة في الجهات الحكومية والأكاديمية بالدولة والذي يركز على تعزيز قدرات المرأة ومعارفها ومهاراتها في مجالات القيادة المشروع الحقيقة فيه كذا مكون يمكن المكون النهاردة كمان اللي بيهمنا قوي لأنه آخر اللقاء مع 300 متدربة من القيادات النسائية على مستوى الجمهورية وتم اختيار 300 دولة على الأساس أن هم القيادات من مستوى الأول والتاني ومن الجهات الأكاديمية والعدل مكونات ثلاثة يعتمد عليها المشروع ابتداء من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة مرورا بحصول المرأة على حقوق المواطنة وانتهاء بوصولها إلى الخدمات العامة والسياسات والبرامج والتي تراعي المساواة بين الجنسين بهدف رفع المهارات والقدرة الخاصة للمرأة والعمل على تجاوزهن العقبات والعوائق التي تحول دون المشاركة الفعالة لهن في القيادة حقيقة تمكين المرأة من وجهة نظري تمكين سياسي أو اجتماعي يبدأ بالتمكين الاقتصادي التنمية هي الأساس لرقي المجتمعات والنموها بصفة عامة وعشان كده كان مهم جدا أن المشروع ده يبدأ بمرحلة أولى بإصدار البطاقات الرقم القومي اللي عادت كبير جدا من السيدات في أكثر محافظات مصر فقرا واللي نشايف النهاردة ما شاء الله النتائج بتاعته كانت مسمرة جدا وقدرت تحقق تارجت ممكن ما كناش نحلم به أو نتخيله من أكثر من عشر سنين جهود كبيرة تواصلت على مدار سنوات ركز عليها القائمون على المشروع لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة بمستهدف أساسية يتمثل في المساهمة الفاعلة للمرأة في تنمية مصر في مختلف المجالات ليصبح بناء مصر الجديدة بسواعد جميع أبنائها كافة رجالا كانوا أو نساء سواء بسواء شكرا